اشتركوا في القناة قبل صغيرها وذلك نظرا للقيمة الغذائية الكبيرة الموجودة فيه فهو يحتوي على العديد والعديد من الفيتامينات الضرورية والتي لا يغنى عنها لجسم الإنسان لذلك سوف نقدم لكم في هذا الموضوع فوائد التفاح الأخضر واضروره وهل هو الأفضل أم التفاح الأحمر التفاح الأخضر يوجد أنواع عديدة من التفاح منها التفاح الأخضر والتفاح الأحمر والتفاح الأصفر فبشكل عام يعتبر التفاح مفيد جدا لصحة الإنسان فهو يساعد على تنقية وتصفية الدم ويقوّل قلب كما يعالجه من الأمراض التي قد تصيبه كما أنه يساعد على تقوية الذاكرة ومفيد جدا لعلاج الروماتيزم كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة جدا مثل فيتامين باء بجميع أنواعه وفيتامينات جيم والكثير من المعادن كالكاليسيوم والبوتاسيوم والحديد والمنجنيز والنحاس وغيرها وغيرها من المعادن الضرورية التي لا يغنى عنها لجسم الإنسان لكن يتميز التفاح الأخضر باحتوائه على كميات قليلة من السكر إذ ما قرناه مع الأنواع الأخرى من التفاح يذكر أن الفواكه الخضراء تكون بالمساعدة على خفض خطر الإصابة من بعض الأنواع الخطيرة من السرطانات كما تقلل الفواكه الخضراء فرصة الإصابة بأمراض القلب كما تكون بالمحافظة على صحة البصر والحماية من بعض العيوب الخلقية التي قد تصيب الأجنة وجاء في المثل أشياء تفاحة واحدة كل صباح تغنيك عن الطبيب الفوايض الصحية للتفاح الأخضر يساعد على فقدين الوزن الزائد يعالج التهابات المفاصل يساعد على عملية هضم الأطعمة يحافظ على جمال ونظارة وصحة البشرة يعالج مرض ضيقة التنفس والمشاكل المتعلقة بالرئة يقوي العظام لأنه يحتوى على كمية جيدة من الكاليسيوم يساعد على زيادة نمو الشعر كما يساعد على منع تساقطه يعمل على خفض نسبة الكوريسترول في الدم يحارب الرائحة الكريهة للفم إذا تم تناوله قبل النوم مفيد جدا في حالات الإمساك المزمن وحالات الإسهال الشديد غني جدا بالأحماض التي تعمل على مقاومة الأمراض السرطانية مفيد جدا لصحة الأمة الحامل ومفيد أيضا لصحة وسلامة الجنين يحتوى على كمية جيدة من حمض الأكساليك الذي يعمل على تقوية اللثة يحتوي على فيتامين بي الذي يحارب ويقوم مرض الزهايمر والذي يصاب به الكبار من السن يقوى البصر لإحتوائه على صوبة الكولوروفيل الخضراء والتي تساعد على تقوية البصر بشكل ملحوظ يحتوي على البوتاسيم الذي بدوره يقوم بتقوية عضلة القلب ويجعل الأوعية الدموية تعمل بشكل جيد جدا مصدر مهم جدا لمدى الجسم بالطاقة لإحتوائه على الكربوهيدرات فبالتالي هو مفيد جدا للأشخاص الرياضيين عن غيرهم يخلص الكبد من السموم لإحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسالة التي تساعد الكبد في التخلص من السموم بشكل جيد أضرار التفاح الأخضر يحتوي التفاح الأخضر على فوائد عديدة ولكن في نفس الوقت له بعض الأعراض الجانبية إذا تم الإفراط في تناوله بشكل مبالغ فيه يحتوي التفاح الأخضر على فوائد عديدة ولكن في نفس الوقت له بعض الأعراض الجانبية إذا تم الإفراط في تناوله بشكل مبالغ فيه أيهما أفضل التفاح الأخضر أم التفاح الأحمر قد يتساءل البعض أيهما أفضل التفاح الأخضر أم التفاح الأحمر وما هو النوع المفيد لصحة الإنسان هل التفاح الأخضر هو المفيد أم التفاح الأحمر في الحقيقة لا يوجد نوع من التفاح يتفوق على النوع الآخر لأن كل نوع يحتوي على أشياء ومميزات وفوائد وفوائد لا توجد في النوع الآخر لذلك لنستطيع أن نقول أن التفاح الأحمر أفضر من التفاح الأخضر أو أن نقول التفاح الأخضر أفضل من التفاح الأحمر فمثلا على سبيل المثال لألحصر التفاح الأحمر تعتبر قشرته الخارجية صعبة المضغ بعض الشيء وبالرغم من ذلك إلا أن اللوبة الموجودة فيه من الداخل يتميز بكثرة السائل الموجودة فيه من الداخل فهو يعتبر الأفضل للعصير عن التفاح الأخضر كما أن التفاح الأحمر هو أكثر أنواع التفاح السرود السرودا وانتشارا في الوطن العربي والشرق الأوسط بينما التفاح الأخضر مصدر مهم جدا لإمداد الجسم بالطاقة كما أنه يحتوي على فيتامينات A وفيتامينات B وفيتامينات C بالإضافة إلى فيتامينات E والتي تساعد في طبيض الوجه والبشرة السمراء كما أنه يجعل الوجه نوصع البيض إذا تم استخدامه كماسك للوجه والله تعالى أعلى وأعلم أتمنى لكم الصحة والعافية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل إشعارات القناة